حياكم الله من جديد لنشرح في هذا الفيديو على مفهوم Client Server Communication طبعاً إذا كنت هكرا أو تيستر أو ديفيلوبر فتحتاج تفهم هذا المفهوم حتى تعرف كيف تصل للي أنت تريده فأي Client App عندك Firefox, Chrome أو أي شيء من هذه التطبيقات، هذه عبارة عن Client App فلما تفتح موقع Google.com أنت تصل ركوست إلى السيرفر السيرفر اسمه Google هذا السيرفر يعالج الركوست مالك ويرسلك النتائج بشكل HTML الفكرة أنه البروسر الخاص بك يفهم HTML ويحاول لك HTML إلى View إذا السيرفر رسل لك Open Bracket Image و URL Image البروسر رايحاول لك هذا Open Bracket إلى صورة حقيقية نعرض أمامك لأنه هو يفهم لغة HTML حتى يحولها إليك View. هذا النوع من الاتصال يسمى stateless. ليش؟ لأنه السيرفر ما عند أي معلومات على كل اللي يفهم السيرفر أنه يدزل لك الريكوست يدزع لك النتيجة باقي فما يعرف منه هذا الكلائت ما عنده ما يقدر السيرفر الآن بعد ما تزل لك النتيجة ما يعرف ما يقدر السيرفر يدزل لك نتيجة أخرى ما يعرف السيرفر ما لما أنت ترسل للطلب وهو يدزل لك النتيجة فالسيرفر ما يعرف وين هو الكلائت الخاص به الكلائت هو اللي يعرف السيرفر لو أردنا نفهم هذا الشيء بأكثر اتصال أو أكثر فنعتبر هذا هذا كلائت وهذا السيرفر فالكلائت كما قلنا الفايرفوكس بكل بساطة وشخص ذهب إلى موقع هوست وكتب index.php أيش معناته؟ معناته أنت دزلت ركوست إلى السيرفر وبما أنه .php يعني السيرفر هو أباتشي وقلت له هاي وين الصفحة اللي يسمها index.php السيرفر رح يبحث بالهاردسك هاردسك الخاص بالسيرفر يبحث عن هذا الملف إذا كان موجود رح يسأي له بروسسينج وإذا كان باتصال لداتابيس ينفذت صالب داتابيس يعرض نتائج بعد ما يكمل لك يسألك بروسس يسألك ملف بشكل HTML ويرسلك هذا الملف باقي لك فهذه العملية أنه الشون التنب بكل بساطة لما تطلب index.php كل هذا المحتوى يجري لو شوف احنا مراقزين على client site باللون الأحمر لأنه كل الأتاكس رح أغلبها مو كلها رح تتنفذ على client site ورح نشوفها كيف فكل رح اللي تحتاج ستفهم من هذا الفيديو أيش والكلينت وأيش والسيرفر وكيف يجري الاتصال وليش هذا النوع من الاتصال يسمى stateless وكيف رح نستغل فكرة stateless في العمليات الأتاك الخاصة بنا إذا خلونا نبدأ ونشوف كيف ترجمة نانسي قنقر